تعالوا بقى نشوف بعض الكلمات اللي بتيجي على لسان المصريين ومحدش بيشوفها خالص في اي حتة تانية غير المصريين هم اللي في الدنيا بيقولوا كلام ده وقلولي انا مضبوط ولا بقول كلام من عندياتي مثلا بس ده كان زمان يقولك ايه والله احنا زرنا النبي يا الافورة بس افورة حلوة عاوز يوصل لك ادي ايه يعني دي كلمة حلوة قوي مش بطار طيب لو الدفة قدم وتقيل ومش مرغوب فيه يعني بيقولها بطريقة معينة بس مش هقولوك عليها خلينا في الحلو حاجة تانية كمان كلمة مثلا زمان يقولك ايه لا البيت بيتكو البيت بيتكو انا باللوقتي ما تقدرش تقول كده لانه ممكن قوي يصدق فهو انت بتقوليها خلي بالك انه ما تبقيش سايبها على البحر ما تقوليش والله العظيم البيت بيتكو انا شوفكو لا لا البيت بيتكو زي بيتكو كده كلمة زي دي مهم طيب اما يجيلكو ناس تسمعو ده زمان انا بكلم دلوقتي بتوع زمان يقولك ايه لا الزيارة دي ما تتحسبش انت معاك قال حسبك طب يعني الزيارة اللي فاتت حسبت طب اللي جاية هتتحسب طب انت بتحسبها بايه طب هل انت عشان جبتلي جاتو انا لما جيلك حسبك وتعجيبلك ايه الزيارة دي ما تتحسبش يعني مش فهمة بس كلمة حلوة يعني دي هعديها لك انا مستني زيارة تاني بس الكارسة بقى ان انت تكون جاي بحاجة حلوة معاك وانت داخل يقولك لا ما تتحسبش وعايز حاجة طيب كمان فيه كلمة لذيذة قوي كانت دايما على لسان اللي قاعدين على الصفرة بيأكلوا يقولك ايه تسلم ايدك يا ماما اما كلمة حلوة بشكل الله ده الاكل ده النهار ده حلوة قوي قوي تسلم ايدك يا ماما حتى ده اللي الزوج بيقول للمراته يا ماما برضو مش فهمة ليه تسلم ايدك يا ماما فدي برضو كلمة حلوة ما بقتش تتقل دلوقتي ما عرفش انشروها بقى شوية كده تسلم تسلم الايادي يعني اما ييجي بقى حاجة بتوع الجماعة بتوع زمان يقولك ايه والله ما تغلى عليك يقوله الله ايه يا يوسف التشيرت الحلوة دي والله ما تغلى عليك لا خليها دي نفس فدي برضو كلمة لطيفة جدا جدا وممكن قوي هو ده اللي اخده العطا كده البيانج بونج يقولك ايه يا باشا ما تخلي جربت ان انت ما تخلي معناها ان انت ما تبدلوش يعني والله لا يطلع يجري وراءك بس كلمة ما تخلي فيها عشم وفيها استعراض للكرم لا لا انا مش عاوز منك حاجة باشا خلي ما تخلي حاجات جدا فكر اعمل كده اما ييجي بحد يقولك ايه يا حبابتي المنطقة نورت الستوديو نور البابنا نور يعني ازاي يعني ما الدنيا نهاري يعني والدنيا منورة بس فيها حق انا بكلم عليك زمان وبقلد بتوع زمان ما انا بتوع زمان برضو بيقولوها من قلبهم الدنيا نورت ياه يعني كنتو طول الوقت دا قاعدين في الضلمة يعيني يعيني عالغلب اه كنا قاعدين في الضلمة اشتركوا في القناة